في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والخلافات الشائكة في ملف بريكسيت قلصت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك توقعاتها للأشهر المتبقية من العام الجاري مع تباطئ نمو الاقتصاد العالمي التقرير الصادر عن المنظمة لشهر يوليو الماضي أشار إلى تجاوز مخزونات النفط لدى الدول المتقدمة لمتوسط خمس سنوات بمقدار 67 مليون برميل لتزيد من الهواجز المرتبطة بحدوث تخمة في السوق وهو ما تنبئه بيانات المنظمة لعام 2020 التي قالت في تقريرها أن الفائض المتوقع سيبلغ نحو 200 ألف برميل يوميا إذا استمر إجمال إنتاج دول المنظمة وفق معدل يوليو الذي وصل عند 29 مليون و600 ألف برميل في اليوم فيه يعني تشاؤم من منظمة أوبك وعندهم حق لسبب رئيسي وهو الصراع اللي موجود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فده بيؤدي إلى نوع من التباطؤ ورغم تشاؤم نظرة أوبك حسب وصف المتابعين للمرحلة المقبلة إلا أن تقرير المنظمة أشار إلى أهمية المتابعة للتوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق في الأشهر المقبلة ما قد يعني حسب المراقبين إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تحت مظلة وثيقة تعاون أوبك بلس التي اعتمدها الاجتماع الوزاري السادس بين الشركاء المنتجين مطلع يوليو الماضي بفيينة ورغم استبعاد النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية وقرار أوبك بلس تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل مليون ومئتي ألف برميل يوميا حتى العام القادم إلا أن التغيرات الجيوسياسية أودت إلى تراجع أسعار الخام دون 60 دولارا للبرميل الواحد بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام عند 75 دولارا للبرميل الواحد خلال شهر أبريل الماضي التحديات المرتبطة بتباطئ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات المعروض من خارج منظومة أوبك بلس عوامل دفعت أوبك تقليص توقعاتها للفترة المتبقية من عام 2019 وعام 2020 مع التاكيد على ضرورة استمرار اتفاق خفض الإنتاج للحد من تخمة متوقعة في السوق وفق تقرير المنظمة العام المقبل من أمام مقر منظمة أوبك نيف نوفل الإخبارية